تعرفوا موضوع الحلقة عن إثارة الجدل والحرية بين حريتك الشخصية وكمان طبعا الجمهور اللي هو بيمثل الرأي العام أنت ذكرتي أنه أنت مثيرة للجدل اسمت لحاله مثير للجدل هل أنت تعتبر أصلا هالشيء مدح لأنه حسيت أنك معتزة فيه يعني أنه تمدح نفسك أن أنت مثيرة غد النظر كان مدح أو لا هو واقع في النهاية اليوم احنا نعترف بالحقائق والوقائع وبنفس الوقت نفتخر بما نقدمه سواء أحيانا تكون أمور يراها البعض إيجابية يراها البعض الآخر سلبية أعتقد اليوم المصطلحات هذه مصطلحات مطاطية ما في شيء مطلق ما هو المصطلح المطلطي؟ يعني إثارة الجدل بحد ذاتها هو مصطلح مطاطي ما في شيء مطلق ونسبي اللي أنا أشوفه يمكن زي ما قال إمام الشافعي رأي صائب قبل الخطأ ورأي غير خاطئ قبل الصواب موسيقى